فتاة جميلة ذات خلق ودين ومن أسرة كريمة صالحة خلال ست سنوات ووالدها يرفض كل من يتقدم لخطبتها بعد أن يجلس معه وذلك لسبب لم تكن الفتاة تفهمه ويرفض أي نقاش في ذلك الأمر منها أو من أمها وإخوتها ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله في النساء وأنا أتق الله في ابنتي كان يقابل كل من يتقدم لابنته وحده في غرفة الضيوف وبعد أن يخرج الشاب تسرع والدة الفتاة لسؤال زوجها عما حدث يقول لها لم يعجبني المهر ليس له نصيب في ابنتنا وهكذا كان رده مع أكثر من عشرين خطيبة حتى بدأ الحزن يتسلل داخل الفتاة وبدأت تغضو من أبيها لوقوفه في وجه زواجها خاصة وهي تعلم أن والدها لم يكن في يوم من الأيام يهتم بالمال بل دائما كريما وينفق الكثير على المحتاجين والأرامل واليتم وفي الحقيقة كان يسأل كل متقدم بطريقة غير مباشرة عن القيم وحسن الخلق وكمال الدين وبعد ستة أعوام على تقدم أول خطيب للفتاة حدثت معجزة ووافق الأب على أحد المتقدمين وتم بالفعل الزواج دون أن يذكر الأب المهر والغريب في الأمر أن الشاب الذي وافق عليه كان متوسط الحال بل وأفقر من الذين سبقوه لطلب يد ابنته ومرت السنين ولم ترى الإبنة من زوجها شرا أو ظلمة وإنما رأت كل الحنان والرفق واللطف إلى أن جاء اليوم الذي توفي فيه الأب وبعد انتهاء العزاء جاء الزوج وضم زوجته لصدره وقال لها يا صغيرتي لا تحزني وعندما تعجبت من كلمة صغيرتي منه نظر إليها بلطف وقال نعم صغيرتي حين تقدمت لخطبتك سألني والدك عما أستطيع فعله من أجلك ففكرت قليلا ثم قلت له أنا لا أملك الكثير يا عم ولكن أقسم لك أن أحنو عليها كما لو كانت ابنتي ومن صلبي وأن لا أجعلها تشعر بيتمن حتى وإن فقدتك عندها ابتسم والدك وضمني وقال هذا مهرها لقد زوجتك ابنتي بكت الزوجة كثيرا وعلمت أن والدها ظل ست سنوات يبحث لها عن زوج يحفظها ويرعاها ويرفق بها وعندما وجد هطمأن له وأهداه لابنته يعوضها صبر الست سنوات وقد كان والحمد لله وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم رجل صالح تقي له ثلاثة أبناء أصيبت إحدى عيني ابنته الصغرى فجأة بالعمى وذهب إلى أكثر من طبيب وعلم منهم أن عودة البصر لابنته يحتاج بعد إرادة الله إلى إجراء عملية تتكلف الكثير من المال لم يجد الأب أمامه سوى بيع سيارته فاتفق مع أحد المعارض على بيعها ومن بعدها يأخذ ثمنها ويقدمه للطبيب الذي اتفق معه لإجراء العملية أخذ الأب زوجته وأبناءه الثلاثة معه في السيارة للذهاب إلى المعرض وبيعها وكان الأبناء الثلاثة متعلقون كثيرا بسيارتهم وفي نفس الوقت يريد الشقيقان الشفاء لأختهما التي رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت الشافي أتمم شفاء ولا تحرمنا من هذه السيارة التي لا نملك سواها في هذا الوقت أوقف الأب سيارته ونزل منها وتركها على وضع التشغيل من أجل استمرار عمل التكيف لراحة الأسرة وذهب ليشتري بعض المثلجات لأبنائه وبعد نزوله بثوان إذا بشخص مجهول يقفز في السيارة ويقوم بخطفها وبداخلها الأم وأبناؤها الثلاثة ويهرب بها سريعا وعندما شاهد الأب ذلك أصيب بالذهول ولكنه تدارك نفسه فورا وطلب النجدة من بعض المواطنين الذين كانوا بالجوار فلبوا نداءه وقاموا بمساعدته في مطاردة ذلك الشخص المجهول الذي كان يقود السيارة بسرعة جنونية وقدامت المطاردة بينهم لأكثر من ربع ساعة وأسفرت في النهاية عن استضام السيارة بحاجز أسمنت صلب وانقلابها فقام الأب ومعه بعض الشباب بإخراج الأبناء والأم من السيارة ونقلهم إلى المستشفى للتلقي العلاج أما الجاني فتم القبض عليه وتسليمه للأمن وكان سارقا محترفا مطلوبا للجهات الأمنية وعليه عدة أحكام واجبة التنفيذ في قضايا النشل والسرقة ظل الأب بالمستشفى ثابتا يدعو الله ويردد حديث رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وبعد ساعتين خرجت الزوجة وأبناؤها لأن إصابتهم كانت طفيفة بينما تم حجز الإبنة المصابة عينها لإجراء عملية لها تبرع بها طبيب كبير في جراحة العيون كان ضيفا على المستشفى بعد غيابه خمسة أعوام خارج البلاد وبعد أسبوع واحد نجحت العملية وعاد البصر للإبنة التي استجاب الله دعائها حيث شفيت عينها تماما وظلت السيارة عنده بدون بيع فقال الأب رب الضارة النافعة ثم ذكر قول الله تعالى في قرآنه الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رجل ميسور الحال رزقه الله بالزوجة الصالحة والأبناء ورغم النعم التي أنعم الله عليه بها إلا أنه كان لا يحسن الظن بالله أو تسليم الأمر إليه وحسن التوكل عليه لذلك كان مهموما أغلب الأوقات خائفا من نتائج كل عمل يقوم به تملأ الوساوس عقله وتفكيره وهذا ما أتعب كل أسرته في أحد الأيام مرض ابنه الصغير والذي كان يحبه كثيرا ورغم أن الطبيب طمأنه وطلب منه الدعاء لابنه كثيرا إلا أنه حزن وأخبر أسرته بأن ابنه سيموت ويتركه وعندما وجد الأسرة تعاتبه وتطلب منه عدم تكرار هذا الكلام غادر البيت حزينة وظل يسير على قدميه وهو في قلق شديد وأثناء سيره سمع أذان المغرب فدخل وصلى وبعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين وجد رجلا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويلح في الدعاء باكية فعرف أن هذا الرجل في ضيق وكرب وله حاجة فانتظره حتى فرغ من دعائه ثم قال له رأيتك تدعو وتلح في الدعاء كأنك مكروب فما حاجتك فقال الرجل علي يدين ودائن سيأتي إلي غدا وليس معي من الدين شيء ثم ذكر له مبلغ الدين فأخرج الرجل المبلغ من جيبه وأعطاه له ففرح المدين وشكره ودعا له ثم أخرج الرجل بطاقة فيها رقم هاتفه وعنوانه وقال له خذ هذه البطاقة وإذا كان لك حاجة فلا تتردد في زيارتي أو الاتصال بي ظن الرجل أن المدين سيفرح بهذا العرض لكنه فوجئ بجوابه عندما قال له لا يا أخي لا أحتاج إلى هذه البطاقة فكلما احتجت حاجة سأصلي لله وأرفع يدي إليه وأطلب منه حاجتي كهذه المرة وسيسر الله قضاءها كما يسرها الآن أنا أعمل كثيرا ولكني لا أعتمد على عملي وإنما أعتمد على حسن توكلي على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أي تبدأ يومها جائعة ولا ترجع آخر يومها إلا وقد شبعت ثم خرج الرجل المدين وترك الرجل الغني يبكي ويستغفر الله ويدعوه قائلا اللهم ارزقنا التوكل عليك وتفويض الأمر إليك وأخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا مدبر الأمور وقاضي الحاجات ثم عاد إلى بيته مبتسما كغير عادته وفوجئ بالصغير وقد شفاه الله يبتسم له فسجد لله شكرا وعاهده على عدم الاستسلام للوساوس وسوء الظن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يوجد بدمشق مسجد كبير اسمه جامع التوبة وهو جامع مبارك وقد سمي بجامع التوبة لأنه كان خاناً ترتكب فيه أنواع المعاصي فاشتراه أحد الملوك في القرن السابع الهجري ثم هدمه وبنى مكانه مسجداً وكان في هذا المسجد شيخ وعالم جليل اسمه الشيخ سليم الصيوطي كان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم وكان مضرب المثل في فقره وعزة نفسه وكان يسكن في غرفة المسجد وفي سنة من السنين مر على الشيخ يومان لم يأكل شيئاً وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاماً وذات ليلة وبعد صلاة المغرب دي يوم الثالث أحس الشيخ كأنه مشرف على الموت وفكر ماذا يصنع فرأى أنه بلغ حد للطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة وآثر أن يسرق ما يقيم صلبه وكان المسجد في حي من الأحياء القديمة والبيوت فيها متلاصقة والأسطح متصلة فصعد الشيخ إلى سطح المسجد ليلاً وانتقل منه إلى الدار التي تليه فلمح بها نساء فغض من بصره وابتعد ثم نظر فرأى إلى جانب تلك الدار داراً خالية وشم رائحة الطبخ تصدر منها فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغناطيس تجذبه إليها وكانت الدور من طبقة واحدة فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار ثم أسرع إلى المطبخ وكشف غطاء قدر فرأى بها دجاجتين مسلوقتين فأخذ واحدة وعض من الدجاجة عضة فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه وقال لنفسه أعوذ بالله أنا طالب علم مقيم في المسجد ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها وكبر عليه ما فعل وندم واستغفر ورد الدجاجة وعاد من حيث جاء نزل الشيخ إلى المسجد وجلس في الحلقة يسمع الدرس المسائي من الإمام وهو لا يكاد من شدة الجوع يفهم ما يسمع فلما انقضى الدرس وانصرف الناس جاءت امرأة مستترة فكلمت الإمام بكلام لم يسمعه سليم فتلفت الإمام حوله فلم يرى غير الشيخ سليم فدعاه وقال هل أنت متزوج؟ قال سليم لا قال الإمام هل تريد الزواج؟ قال الشيخ سليم يا سيد الإمام ما عندي ثمن رغيف والله فكيف أتزوج؟ قال الإمام إن هذه المرأة أخبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة عن هذا البلد ليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير وقد جاءت به معها وهو الجالس في ركن المسجد هناك وقد ورثت دار زوجها وماله وهي تحب أن تجد رجلا يتزوجها على سنة الله ورسوله حتى لا تصبح وحيدة فيطمع فيها الأشرار فهل تريد أن تتزوج بها؟ قال الشيخ سليم نعم ثم سأله الإمام هل تقبلين به زوجا؟ قالت المرأة نعم فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد ودفع المهر عن الشيخ فقادته المرأة إلى بيتها فلما دخلته كشفت عن وجهها فرأى شبابا وجمالا ورأى البيت هو البيت الذي نزله وسألته هل تأكل؟ قال الشيخ سليم نعم فكشفت غطاء القدر فرأت الدجاجتين فقالت عجبا من دخل الدار فعض واحدة منهما فبكى الرجل وقص عليها الخبر فقالت له هذه ثمرة الأمانة عففت عن الدجاجة الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا زوجة شابة رزقها الله قلبا مؤمنا خاشعة اعتادت ألا تفوت صلاة الفجر لسنوات طويلة وذلك منذ طفولتها حيث كان والدها يوقضها لتصلي الفجر مع أمها وأختها في البيت ويذهب هو وشقيقها إلى المسجد وذات مساء وبعد أن صلت صلاة العشاء ذهبت إلى بيت أختها القريب منها لتساعدها بعد أن وضعت مولودها الأول ثم عادت مع زوجها بعد منتصف الليل مرهقة فنامت وفاتتها صلاة الفجر رغما عنها وعندما استيقظت وعلمت أنها لم تصلي الفجر اعتصرها الهم وشعرت بحرقة ألم وكأن بين جوانبها نارا تسري حسرة على فوات هذه الشعيرة العظيمة فقررت معاقبة نفسها بأن تظل يومها بأكمله تصلي وتستغفر حتى تشعر بالطبأنينة والسكينة التي فقدتها لأول مرة منذ أن كانت طفلة وعندما اعتادت على صلاة الفجر ذهب زوجها إلى العمل ورأها عاكفة في مصلاها وبعد عودته كانت لا تزال في مكانها تبكي وتتضرع نمى الزوج قيلولته وبعد استيقاظه كانت زوجته في مكانها أيضا وجلة ومنكسرة لربها ثم ذهب الزوج لصلاة المغرب وبعد الصلاة انطلق مباشرة إليها فوجدها في مكانها تدعو الله بدموعها فأخذ يقبل رأسها ويضمها وهو يبكي بدموع عينيه ويقول لها والله لن أعود إليها والله لن أعود إليها كان زوجها قد خطب فتاة أخرى دون علمها وفي ذلك اليوم كان ينوي عقد قرانه بها وحين رأى حرقة زوجته التي لم يدر ما سببها ظن أنها قد علمت في الأمر وتتحسر على قرب زواجه عليها فرق قلبه وحلف أن لا يتزوج عليها أبدا لقد جعلت هذه الزوجة الصالحة همها في إرضاء ربها فأرضاها الله في زوجها وكما جاء في الحديث الصحيح من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سيدة صالحة تقية حافظة لكتاب الله منذ الصغر وتحسن التوكل عليه توفي زوجها الذي كان يعمل مزارعا بالأجر بعد أن ترك لها ثلاثة أبناء كلهم بالمدارس وأكبرهم في العاشرة من عمره وقد تكفلت الأم بتربية أبنائها تربية صالحة فكانت بعد صلاتها للفجر وقبل مغادرة بيتها تقول دائما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ثم تخرج من القرية ذاهبة إلى المدينة لتبيع ما جمعته من أهل القرية من بيض وجبن ثم تعود إلى بيتها سعيدة بعد أن تبيع كل ما أخذته معها بفضل من الله وتشتري طلبات أبنائها وبمزيد من مشاعر الحب تبدأ في مراجعة القرآن والدروس مع أبنائها كان بيت الأم بسيط الحال ضعيف الأساس وفي ليلة من الليالي اشتده طول الأمطار وزادت الرياح وكانت تطيح بكل شيء فظلت الأم مستيقظة طيلة هذه الليلة تخشى على صغارها الذين استيقظوا على شدة الأصوات التي يسمعونها فاحتضنت الأم صغارها وحاولت تدفئتهم بكل ما لديها وأخذت تدعو ربها وتناجيه أن يحفظ صغارها وأن يدبر لهم أمورهم ثم نهضت بعيدا عن صغارها وأحضرت ورقة وقامت بكتابة كلمات ووضعتها في شق موجود على الحائط وقد شاهد الإبن الأكبر ما فعلته أمه دون أن تعلم مضت الليلة على خير وفي الصباح سألت جارة الأم كيف لم يسقط بيتها رغم سقوط بيوت ربما أشد صلابة من بيتها فابتسمت وذكرت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ثم تلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مرت الأيام والأعوام وكبر الصغار وأصبح لهم شأن عظيم وانتقلوا جميعا إلى إحدى المدن ليعيشوا في بيت كبير وتركوا أمهم في بيتهم المتواضع بناء على رغبتها وكان الأبناء بارين بأمهم وقدموا لها كل ما تتمناه حتى توفيت وقد حزن الجميع على فقدانها وأخذوا يستعيدون ذكريات طفولتهم مع أمهم الحنونة وإذا بالابن الأكبر يتذكر الورقة التي وضعتها أمه فأخبر إخوته بما حدث وتوجه والتقط الورقة التي كانت توضع خلف حجر في شق الحائط وعندما سحب الورقة أخذ البيت يهتز بعنف فخرج الجميع مسرعين خوفا من أن ينهال البيت عليهم وبعد دقائق سقط البيت فحمد الأبناء ربهم وتعجبوا لما حدث وعندما فتحوا الورقة وجدوا فيها فلتصمد بأمر الله بكى الأبناء بشدة ودعوا لأمهم بالمغفرة فكم كانت تقية وشديدة ثقة بالله فأراها الله عجائب قدرته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب زوجة صالحة تتقي الله وتراقبه في كل أعمالها لم يرزقها الله بأطفال لمدة خمس سنوات وكانت خلال هذه السنوات صابرة راضية ودائما تدعو الله أن يرزقها بالأبناء وكلما حاول أحد مواساتها كانت تبتسم وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له ومع نهاية العام الخامس استجاب الله دعاءها وحملت ففرحت كثيرا وسجدت لله شكرا وفي الشهر الرابع من الحمل ذهبت مع زوجها إلى الطبيبة للإطمئنان على وضع الجنين لتفاجأ بالطبيبة تقول لها الجنين الذي تحملينه مشوه وهو أشبه بأخطبوط ويجب إسقاطه حفاظا على حياتك لأنه قد يشكل خطرا كبيرا عليك عند الولادة ذهب الزوجان إلى أكثر من طبيب وكانت النتيجة ذاتها ومع ذلك رفضت الزوجة إسقاط الجنين في حين أصر الزوج على ضرورة إسقاطه فلماذا ينتظر أشهرا لولادة طفل أخطبوط سيموت فورا وربما تموت الأم بسببه ولكن الزوجة استمرت بالرفض وقالت هذا ما ارتضاه الله لي وسوف أرضى به ولن أقتل ابني ومن رضي بقضاء الله أرضاه الله بجميل الأقدار قام الزوج بطرد زوجته إلى بيت أهلها فلم تغضب أو تندم وإنما تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ومنذ ذلك اليوم قررت الزوجة أن تقوم في الثلث الأخير من الليل للصلاة والدعاء لابنها أو ابنتها التي لم تولد بعد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وبالرغم من التعب الذي كانت تعانيه من الحمل ومن قلة النوم كانت تتجه يوميا في الثلث الأخير من الليل إلى سجادتها في مصلاها وتسجد لله في خشوع وتسأله أن يرزقها ابنا أو ابنة بصحة جيدة وكانت ترح في دعائها وتبكي ولم تكل يوما خلال أشهر الحمل رغم أن جسدها أصبح منهكة والركوع والسجود أصبح في غاية الصعوبة ولكنها لم تتراجع أو تشكو ولو مرة واحدة إلى أنحان موعد الولادة وهنا حدثت المفاجأة فقد خرج الزوج من البيت في ذهول وأسرع إلى المستشفى لأن ما سمعه أفقده صوابه فقد اتصل به أهل زوجته وقالوا له تعال لترى أطفالك فالذي حدث أن ذلك الجنين المشوه الذي يشبه الأخطبوط لم يكن سوى أربعة أطفال بنتين وولدين ولكن تجمع في رحم الأم بطريقة جعلت الشكل كأنه جسم واحد بأطراف كثيرة وقد عجزت أجهزة التصوير الشعاعي عن اكتشاف ذلك وابتسمت الزوجة الصالحة التي استسلمت لقضاء الله ورضيت بما كتب فاستحقت عطاءه وسامحت زوجها بعد أن اعتذر لها والدموع تملأ عينيه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب طالب في كلية طب يعمل أصدقاءه وكل من يعرف معاملة طيبة ويحب للآخرين ما يحب لنفسه كما أوصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنه للأسف كان يجد سوء المعاملة والحسد والحقد عليه من الكثير بل ومن أقرب الناس إليه فقضى أياما في هم وحزن بسبب ما يحدث معه وعندما زاره خاله وهو أحد الدعاة الصالحين اشتكى له وهو يبكي عما يشعر به وقال له أحد زملائي كان سيفصل من الجامعة بسبب دفع رسوم القيد والاشتراكات فقمت بجمع تبرعات وسددت له حتى لا يفصل ولكن للأسف الشديد هذا الزميل كان يغتابني ويشوه صورتي أمام أصدقائي لماذا لا أجد إلا الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم لماذا لا يحسن الناس الظن به لماذا يكذب من أصدقهم ويقص علي من أحن عليهم لماذا يدي ممتدة بالخير وأيدي الناس ممتدة لي بالشر ابتسم خاله ووضع يده على قلب الشاب وقال له يا ابن أختي لا أدري لماذا أحبك الله كل هذا القدر إنك تشكو لي حب الله لك لقد جعلك من أصحاب مراتب الصبر والإحسان التي لا ينالها إلا أنقياء القلوب لذلك أتمنى أن تستودع عملك عند الله عز وجل لأنه سبحانه سوف يجزيك أجمل وأعظم مما يقدمه الناس لك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فأبشر واطمئن فرح الشاب كثيرا واحتضن خاله ثم نهض فتوضأ وصل ركعتين لله وأخذ بعده ما يستغفر ويدعو ربه بهداية الجميع وأن يرزقه الثبات وقوة التحمل وفي أحد الأيام كان هذا الشاب يقف أمام الكلية مع زملائه فجاءت سيارة مسرعة اختارته من بين المجموعة وصدمته فأسرع به إلى مستشفى الجامعة فأبلغه الطبيب المختص أنه عنده كلية تنزف ويجب أن يستأصلها فورا وإلا ستتسبب في موته وعليه أن يختار ما بين كليته التي ستستأصل ويعيش أو تبقى ويموت فاختار الطالب استئصال كليته وحمد الله على كل ما جرى وفي اليوم التالي وهو جلس في غرفته دخل عليه الجراح الذي أجرى له العملية مبتسما وقال له هل تعلم أن الله يحبك؟ وهل سمعت عن القضاء والقدر؟ أنا سمعت عنه كثيرا حتى شاهدته معك ونحن نجري لك العملية لقد وجدنا نسيجا غريبا في الكلية التي استأصلناها لك وأرسلناها إلى المختبر للتحليل وظهر أن هذا النسيج كان بداية تغيرات للخلايا في طريق نشاط سرطاني وكان يمكن أن تكتشف في مرحلة متأخرة جدا وتكون حياتك هي الثمن لقد اختارتك السيارة وحددت مكان الإصابة بالضبط لتعطيك فرصة ثانية للحياة لقد كانت رسالة حب من الله لك سجد الطالب لله شكرا ثم قال للطبيب هذا قضاء الله وقدره فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد وبعد لحظات دخل عليه خاله ليطمئن على صحته وعندما علم بقصة النسيج السرطاني الذي تم استئصاله ابتسم وقال له ألم أقل لك أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله لو علم العبد كيف يدبر الله أموره لعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين شاب تقي يحب الأطفال كثيرا وكل أمانيه أن يرزق بطفل بعد زواجه أحب فتاة حبا كبيرا وذهب مع أهله لخطبتها وكم كانت سعادته بعد أن تمت الخطوبة هذا الشاب كان يعمل محاسبا براتب متواضع فأخبرته خطيبته أن شركة استيراد تطلب محاسبين بأضعاف مرتبه فذهب سعيدا ليتقدم إليها وأثناء سيره عبر الشارع دون أن يشعر لانشغاله بالقبول في الوظيفة وأثناء ذلك صدمته سيارة تقودها فتاة لم يشعر الشاب بنفسه بعدها إلا وهو على فراش المستشفى وساقه اليمنى بالجبس فحمد الله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم شاهد فتاة في غاية الجمال تمسك وردا وتقدمها له وهي تبتسم ثم جلست بجواره وقالت له أنا آسفة جدا على إصابتك ولكنك مررت من أمامي فجأة ولم أستطع تفاديك اتصل الشاب بخطيبته وأخبرها بما حدث وعندما جاءت صدمت ولم تنطق ثم تركته وانصرفت وبعد أقل من نصف ساعة جاءته رسالة منها على هاتفه تقول فيها آسفة لا أستطيع إكمال المشوار معك جاءني عريس وأهلي أرغموني على الزواج به كل هذا والفتاة الجميلة تقف معه تنظر له وتبكي وبعد مرور أسبوعين سمح له الطبيب بالخروج على كرسي متحرك وكانت تلك الفتاة معه لحظة بلحظة حتى ذهب إلى منزله وعندما شاهد أمه حزينة وتقول يا رب ألطف بولدي لقد فقد وظيفته وتركته خطيبته وأصبح يسير على قدم واحدة فابتسم وقال لها لعله خير يا أمي ظلت الفتاة تأتي إليه وتزوره يوميا للاطمئنان عليه فتعلق بها وأحبها وبعد مرور ستة أشهر استطاع أن يمشي على قدمه وعرف من أحد أصدقائه أن خطيبته تزوجت أحد جيرانها وأنها تعاني من عقم فحزن عليها ولكنه شكر ربه لأنه كان متعلقا بالأطفال وعندما كان يتصفح الجرائد قرأ أن شركة الاستيراد التي كان سيتقدم لها قد أعلنت إفلاسها بسبب ديون البنوك فشكر ربه على رحمته به وفي يوم قرر أن يصارح الفتاة التي تزوره بحبه لها رغم خوفه من رفضها له ولكن المفاجأة أنها أتت وقالت له هل تقبل الزواج مني؟ لم يصدق الشاب ما يسمع وفي وسط دهشته سمعها تقول له سوف تعمل مديرا في إحدى شركات والدي وعملك على مكتب ولا يتطلب الحركة لم يرد الشاب بكلمة وإنما سجد لله شكرا ثم قال ما ألطفك يا الله فلولا الحادث لكنت تزوجت عاقرة لا تحب في الكون غير نفسها وكنت التحقت بوظيفة لن تدوم لي وأنت الآن أعطيتني وظيفة بمرتب لم أحلم به أبدا وبفتاة وكأنها حورية من الجنة وصدق رسولك الكريم الذي قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شاب صالح وعلى خلق ودين ولده كان يعمل سائقا عند أحد رجال الأعمال في العاصمة وفي أحد الأيام وبعد نجاحه في السنة التي تسبق سنة الامتياز في كلية الطب ذهب مع والده إلى بيت رجل الأعمال الذي أثنى على أخلاقه ووعده أن يزوجه ابنته إذا وافقت هي فشكره الشاب كثيرا وعاد سعيدا إلى بيته بعدما علم أن رجل الأعمال قد حجز لوالديه في رحلة الحج على نفقته ملبيا رغبة والده وفي الموعد سافر والد الشاب إلى مكة وبعد إتمام الحج وفي طريق عودتهما تعرض لحادث سير وهما في طريقهما للمطار وتوفي في الحال فحزن الشاب كثيرا وكلما نظر إلى أخته التي تبلغ من العمر عشر سنوات وأخيه الذي يبلغ من العمر عامان زاد حزنه ولكنه توكل على الله وقرر أن يعمل سائق تاكسي حتى يستطيع الإنفاق على شقيقيه وأن يعتذر عن الدراسة بالكلية لهذا العام ولأنه عديم الخبرة بتربية الصغار فكر بالزواج من فتاة صالحة تعينه على ما هو فيه ولكنه قال في نفسه أين تلك التي سترضى بزوج لم يكمل تعليمه ومعه طفلان في هذا الوقت تذكر رجل الأعمال الذي وعده أن يزوجه ابنته ولكنه سأل نفسه عن سبب عدم مجيئه لتقديم واجب العزاء في والديه وحتى لا يسيء الظن اتصل بمنزله وعلم أنه بالخارج وسيعود بعد ثلاثة أسابيع وعرف أنه لم يعلم بوفاة والديه ظل الشاب يخرج بعد صلاته للفجر ليعمل كسائق تاكسي ثم يعود بالطعام لشقيقيه بعد صلاة المغرب ويظل يداعب شقيقه الصغير ويأخذه معه إلى المسجد لصلاة العشاء ثم يطمئن عليه وعلى أخته حتى ينام وعند عودة رجل الأعمال ذهب إليه وبعدما قدم له واجب العزاء فاتحه الشاب في زواجه من ابنته فوافق الرجل وطلب من الشاب أن يحضر أقاربه لقراءة الفاتحة وفي اليوم المحدد جاء الشاب وبعض أقاربه وبعد التصافح ومقدمات الكلام فوجئ الشاب برجل الأعمال يطلب من المأذون أن يعقد القران فذهل الشاب من الموقف لأنه لم يستعد ولم يكن معه حينها ما يقدمه مهرا أو صداقة وقبل أن يتحدث قال له رجل الأعمال لقد وعدتك ووعد الحر دين فقد قال الله في كتابه الحكيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ثم طلب منه أن يخرج ما بحافظته من نقود وقال ما تخرجه مهر ابنتي فأخرج الشاب مبلغا قليلا وعندما سأله رجل الأعمال ما شروطك يا ابن أخي فقال الشاب أي شرط بعدما فعلت معي فقال بل لك شرط أنت تريد من ابنتي أن ترعى أخويك وتقف إلى جوارك حتى يصير شابين قادرين على إعالة نفسيهما وهذا لك وسيدون في العقد وأما هدية لك فسوف تكفل هذا العام بكل ما تحتاجه أنت وأهل بيتك مقابل إتمام دراستك دون اعتذار لقد أخلص والدك في عمله معي وكان صالحا تقيا يدعو لك وإخوتك دائما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر